طبعا باسمي وباسم قناة المحور الفضائية وعلى رأسها الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمانياء جامعة سينا ورئيس قناة المحور الفضائية وأيضا باسم أبونا أسناسيوس وبرنامج الصديقان وباسم الشعب المصر كله بأتقدم بصادق التهاني لقدسة البابا توضروس الثاني بابا الأسكنرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة طبعا عيد جلوسه الثامن يا بونا النهاردة الرقم 8 النهاردة يعني 8 سنوات جناب البطريارك المعظم أبونا توضروس الثاني بيجلس على الكرسي الباباوي لمصر والكنائس الشرق الأوسط أيضا وطبعا هذه التهانئة موصولة لكل الفريق المعاون لقدسته في الكنيسة وأعتقد أن مصر في 8 سنوات اللي فاتت ديت مرت بمراحل صعبة جدا كان لقدسة البابا توضروس الثاني مواقف مشرفة وكلمات مشرفة وقرارات مشرفة في كتير من المواقف اللي مرت بيها مصر زي ما قلت لحضراتكم ويمكن بعض الكلمات اللي سجلها التاريخ بحروف من نور لقدسة البابا توضروس الثاني الكلمات التي قالها عندما حرقت الكنائس عقب صور الثلاثين يونيو فقال كلماته المشهورة إذا حرقت الكنائس سنصلي في المساجد وإذا حرقت المساجد سنصلي معا في الشوارع ووطن بلا كنيسة بلا وطن وطن بلا كنيسة أفضل من كنيسة بلا وطن فيعني هذه الكلمات في هذه الظروف الصعبة جدا بتسجل بحروف من نور الإنسان حينما يرحل تبقى كلماته وتبقى مواقفه وتبقى بصماته التي وضعها في هذه المواقف الصعبة طبعا أتمنى القدسة البابوت ودروس العمر المديد إن شاء الله تعالى لكن بقول الإنسان موقف قدسة البابوت ودروس قدم مواقف كبيرة جدا وعظيمة جدا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن مصر وكلماته دايما في الكنيسة بالحقيقة بيمزج ما بين البعد الديني فيها والبعد الإنساني أنا أنا بحضر كتير من الاحتفالات في الكنيسة فبستمع إلى كلماته فبستشعر دايما إن هو بارع الحقيقة في إنه يمزج العزة بتاعته يمزج فيها بين المعاني الدينية وبين المعاني الإنسانية ويمكن بيركز على الجانب الإنساني أكتر كمان بشكل مباشر جدا وكل كلمة بتكون في مناسبة محددة مرتبطة بظروف محددة فبتكون الكلمة الحقيقة يعني هادفة وفي الصميم كما قال أنا بتقدم مرة أخرى بإسمي أنا شخصيا وإسمي قناة المحور الفضائية والدكتور حسن راتب وبرنامج الصديقان وجناب القصة أبونا أسناسوس وكل الشعب المصري بصادق التهاني لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبتراكل الكرازة المرقصية بمناسبة عيد جلوسه الثامن على الكرسي الباباوي كل عام وقدسته بألف خير إن شاء الله